نقابات دارت مجموعة من المفاوضات مع الحكومة لتخرج لنا هذا النظام الأساسي ونحن كنا ساكتين كل شي كان ساكت كيتنا إذن صبرنا عليهم الواحد المدة كبيرة جدا فتخرج هذا المولود كالقاو بأن نظام ما يمكن لناش نقبلوه أبدا لكنا رجال ونساء التعليم كان نحترمون نفسنا لأنك يجرد رجل التعليم من الكرامة بل أكثر من ذلك كنا نطالب بهذا أن الأساسي دالنفروض عليهم التعاقد يدخلوا الوظيفة العمومية لإدماج ديالهم ولنقاو ريوصنا في هذا النظام الأساسي إحنا اللي غادي نمشيوا للتعاقد ماشي هم اللي غايجوا عندنا لأن تقريبا للفصول البنود يلقع كاملة غدا بواحد المنطق استعبادي استبدادي يعني أن رجل التعليم سيصبحوا مصيرا لدى واحد الجهة معينة وبأن تهديك الكرامة اللي كانت عندوش حالها دي اللي كانوا غير كيمسوها شوية بنوكات وبكذا ده بولت غادي تمس من طرف داخل الوزارة يعني غا نوليوك نضربو بعضياتنا وإحنا كنتميوا بنفس لوقا إذن هنا هاذ المفاوضات قدمت النقابات الشيء الكثير باش أنها تخرج هاذ المولود لأنه كل ما قدماتش النقابات الشيء الكثير في الكودة نيغاتيف ماشي بوزيتيف كل ما قدماتش الشيء الكثير أثناء المفاوضات مكانش غير تخرج لنا هاذ المولود له أن النقابات عبرت على الرفض ديالها منذ البداية كانت غادي تلقاش شغيل التعليمي وراها لأنه فيFO receives Pathway للنقابات نحيو ليس لدينا مشكل مع المؤسسة النقابية كمؤساسة مؤسسة. ولكن لدينا مشكلة مع السلوك النقابي. هناك نقوله مرارا وتكرارا. هذا هو السؤال أستاذ أمينة. أنتم داخل التنسيقية. كيف يمكنكم النقابة؟ هذه النقابات أكثر تمثليتا. معترضين قانونا. هم اللي يفاوضوا. هم اللي عند من القوة القانونية للتنزيل. أنتم في التنسيقية ما عندكم إطار قانوني. كيف كنتم بالضبط؟ نحن مجموعة من الأساتيذة وبيانصغر. أرى الحركة التنسيقية تركيا العالمي. ماشي غير في المغرب. الحركة التنسيقيات فاشكة يفقدوا رجال ونساء التعليم التقة في المؤسسة النقابية بطريقة مباشرة يؤسسون التنسيقيات. وذلك التنسيقيات كانت قبل أغلبها في أوية. يعني الفئة ديال مثلا زنزانة عشراء. زنزانة تعود. داكاتيراء. المفروض عليهم التعاقد. المجازين. يعني كانت في أوية. الآن عدنا تنسيقيات ليماشي في أوية. عدنا تنسيقيات اللي كتناضل بطريقة مشتركة وشمولية. نحن نرى وخاك نقول تنسيقية ديال الأسد التنوي التأهيلي. ولكن ره وسط منا. نحن معانا تنسيقية ديالتا كاتيرا. معانا الأسد المفروض عليهم التعاقد بواحد لماسلية كبيرة بزيف. وبالتالي رفاش جمعنا. رفاش جمعنا. شو نحن ننضلع لنفسنا فقط. رح نحن ننضلع لرجل وإمرأة التعليم. يعني كنت ننضلع للكوخ كامل. رح قلت دائما. نحن نرى ماشي ضد النقابة إذا كانت النقابة مع الأستاذ. ولكن فاش كتفقد أو لا كتفقد طبقة الشغيلة للتعليم. كتفقد الثقة ديالها في النقابة لأنها بولة أزمة الثقة. رح النقابة كتدوع لأن هناك أزمة الثقة ما بين النقابة وما بين وزارة التعليم. ولكن رح أيضا كين أزمة الثقة ما بين الشغيلة التعليمية وما بين النقابات. يعني أن كيفاش هنا ما كينش جيقة وكتقول لي بأن التنسيقيات كيتسنطل النقابات وبغين أنهم يدافعوا لهم. على وقت التنسيقيات فاش كين قلسوه في المجالس كي يقول لك هما كيرفضوا بشكل مطلق أن النقابة تمتلها. نهائيا. ولكن هدولها مؤسسات. أعلش. إذن كيف سيكون الحل؟ الحل هو أن النقابات ستنزل عند هذه الشغيلة التعليمية و ستقنعها بالأفكار ديالها و ستحاول أنها ترجع القواعد ديالها و ترجع تقل القواعد ديالها. عند ممكن أنها تفاوض عليها. الحاجة الثانية. لماذا لا ندروا واحد للحل الوسط؟ رأى رئيس الحكومة لا لديه المشكلة أن يقلس مع التنسيقيات لا يأتي مع النقابات. و قالها مرة لا يأتي. كيف لا ترافق قطاع الصحة؟ رأى وزير الصحة السنة الماضية قلس مع النقابات و قلس مع التنسيقيات. إذن ما هي النقابات التي لا تريد التنسيقيات تفاوض معها؟ هذا هو فيه نقاش. لأن الحكومة عبرت على الرغبة ديالها أنها تقلس مع التنسيقيات والنقابات. أو أن تنقابات ان تكون فيعادة نسيقيات؟ لا نقول بأنه لا تعرف فيه. لأن الأقابات ستكلمت على الميدانات. لا ستكلمت. رأى لا يوجد أن يكونوا كتنسيقيات أو كانوا النقابات و قفل. فالنقابات تتعلق إدراء. رأى هناك نقابات لذلك إعلان على إدراءة أربع أيام. يعني رأى لا يوجد أن يكونوا أراث تنسيقيات. لكن لا يوجد أن نصيقيات التفاوض والمفاوضات هو المشكل. وهنا فين كتتخلق الأزمة دية الثقة أرى الأزمة دية الثقة كتكون في طاولة الحوار ألغفاش الشغيلة كتكون كتطالب بحاجة والتفاوض داخل طاولة الحوار كيكون بحاجة وحدة أخرى والمخراجات كتكون بحاجة وحدة أخرى هنا كي يقولي إن عدم الثقة وكي نجيب أنه أصلاً كي المشكلة في التنظيم الداتي نحن دبال هؤلاء الشغيل التعليمي موزع أو تفرق قدموها بين التنسيقيات وبين النقابات وهذا يحتاج المصار نيدال دلكم وحتى رؤية الآخر لا تشكل دليل أبداً أستاذ موني أبداً ما كانش هناك تشتيت ما كانش هنا أبداً تنسيقيات المعروفة دباً تنسيقيات ثلاثية اللي كينا في الميدان واللي كتفيها أكبر عدد ديال الشغيل التعليمية كل رجل تعليمه في لقى داته كي اللي لقى داته في تنسيقية إكس لقى في تنسيقية إجراكة لقى حرية الانتماء والاختيار وكي اللي لقى نفسه في النقابات رباقي اللي بقي كنتمين نقابات وكده فعل النقابات يعني را دائماً كنقول راح نماشي ضد النقابة كنقابة كمؤسسة حنا ضد الفعل النقابي هذا هو اللي يخلى أن رجل تعليم يمشيوا لتنسيقية وتنسيقية إجراكتش بالعكس هناك تنسيق الآن تولاتي اللي هو اللي حاضر بقوة في هذا الأسبوع لأنه من بعد رجل تعليم يحسوا بالخطر ويحسوا بأنه قوتهم في التقتل ديالهم لأين كان هناك تقتل اللي هو رائع جداً وحضرت الآن ماشي جمع ماشي جوج ديال هالتقتل ديال التنسيقيات واللي غديبان بشكل كتير في هاد الإضراب ديال هاد الأيام وأيضاً في الوقفات المقبيلة كنت تكلم عن الوقفات المقبيلة وحنا عشيت بعد هاد اللقاء ديال المخرجة تغلق معنا المخرجة سيد أمينة رباقي مخرج بلغ رسل أنت كنت تكلم عن الجميد بعد كنت تكلم عن التعليق لا ماشي أنا اللي كانت تكلم عن الجميد حيث ما عندناش بلغ ولكن رأى رئيس الحكومة رأى خرج وقال وصرح وقال أشنو كين صرح البارح من بعد مسألة الحوار وصرحوا النقابات من بعد مسألة الحوار وقال بأنه بهذا الجمل بأنه تم جميد النظام الأساسي وأيضاً غدي انقطاعوا من الأجرة ديال الأساتي ديال الإضرابات اللي فاتت يعني أنا الإقتطاعات ركيل وإقتطاعات رجات بالجملة ما كان يزعم هديك ديال حقاغي كان هدوا لما بقاش تهديد دبا ولا فعل وغادي ناقشوا الاقتطاعات ديال هاد الشهر هذا يعني ديال هاد ديال نوفمبر اللي غادي يكون في شهر الجاي سيناقش هتناقشوا هاد التولاتية اللي غادي تحضر وغادي وزارة الشغل أغيوة وزارة الشغل را فيها نقاش علاش وزارة الشغل وماشي وزارة الوظيفة العمومية رحنا أساتي ذا اللي كنتمي والقاطع العمومي لاش غادي تتحاورنا واحد القطاع وخصوصي وقاطع ديال المقاولات هدا توفي على ما تسفهم كبيرة والحكومة كتدوية للتقيقة ما بين الشغل التعليمي وما بين الحكومة وهو ما كيدر واحد سلوكات اللي كتفقدك تقيقة سيد أمينة نرجع للسؤال اللي قلت لاش هو ما كينش بايان ونحن ما زلنا مستمرين في النضالات ديالنا سيفغيك ما كينش بايان ليس هناك بايان رسمي لمن عند وزارة تربية وطنية ولا بايان حكومي وحتى نتقر رسمي بإسم الحكومة نحن نعرفه بأنه غايد لي بالتصريح دياله يوم الخاميس بقي معرفناش اشنو غادي يكون ولكن تصريح ديال رئيس الحكومة رأي يلزموه رأي مسؤول رأي رئيس الحكومة هو رأي يمتلنا وحد مؤسسات السورية يعني أي كلمة خرجات من الفم دياله في واحد اللقاء ليه ورسمي إذن اوتوماتيك محل كي يعنينا وكيلزمنا إذن فاشل مخرجات ديال الحوار كتكون لا تتناسب مع تطلعات وتطلبات الشغلة التعليمية اللي خارجة في التنسيقيات اللي هي منظمة وتنسيقيات اللي هي متكتلة من بعضها البعض وما كانش هناك تشتيت أبدا ليس هناك تشتيت اللي بغي يشتت هو اللي غدي يضرب هاد الحركة اللي هي قوية بزاف والتي يشهدون لها التاريخ وبشهادة الناس اللي هو معايش وحركات تعليمية أخرى كي يقولك بأن منذ الاستقلال أقوى حركة تعليمية هي اللي كي ياخدوها الآن الأساتيدة في التنسيقيات